موسيقى عايز اتكلم مع حضراتكم في نقطتين النقطة الاولى وارجو ان اخواتي واصدقائي الصحفيين او اللي بيبقوا موجودين في المؤتمرات الصحفية اللي بيبقوا موجودين في المؤتمرات الصحفية للمباراة مثل هذه المؤتمرات ليست لاحراج المدربين واللعبين وجهة نظرية وليست للحديث عن مباريات سابقة يعني ما ينفعش اروح وانا بقول الكلام ده ليه لانه النهاردة احد الصحفيين المحترمين حقه لكن انا بقول وجهة نظر سأل الكابتل محمد الشناوي وقال له سؤال غريب جدا قال له كابتل شناوي انت ماتش المنتخب كنت كويس جدا كنت واحد من افضل اللعبين ان لم تكن الافضل تمام قال له ليه الماتش اللي فات دخل فيك جنين وكنت واحش ايه لي دخل الماتش المنتخب في الماتش اللي فات عفوا المؤتمر الصحفي اللي معمول معمول عشان مباراة سنبا بكر مش عشان مباراة سنبا السابقة ولا مباراة المنتخب اللي قبلها محمد الشناوي واحد من افضل الحراس من وجهة نظري في الفترة الاخيرة من بداية الالفينيات لغاية دلوقتي السؤال مش هي دي الصيغة اللي ممكن حضرتك تسأل به كلام ده مش مصدرة على حق صحفي او زميل اعلامي في اي مؤتمر صحفي وانه ولكن هو كلام في صميم المهنية وجهة نظري وقواعد العمل الاعلامي بقوله النفسي الاول قبل ما اقوله اي حد تاني بقوله النفسي الاول قبل ما اقوله اي حد محمد الشناوي وحارس مصر الاول وحارس النادي الاهلي الاول وافضل لعب داخل القرى الافريقية مش باختيار اسلام ده باختيار الكاف وكمان واحد من افضل الشخصيات والعقليات اللي موجودة في كرة القدم المصرية مش بس في النادي الاهلي وبيحظى باحترام كبير وتقدير كبير من الاعلام هل ده معناه ان انا ما انتقدش محمد الشناوي في هذا البرنامج بنا انتقد محمد الشيناوي ولما بشوف محمد الشيناوي بقول له الشيناوي لو عنده أخطاء يعني بقول له الشيناوي انت عندك أخطاء كذا وكذا ورجل بيتقبل مش مني مني ومن كل الناس لأنه هو مين اللي قال بيقول على الشيناوي أفضل لعبة هو أفضل لعب هو الجمهور ومين اللي سعب بينتقد برضو الشيناوي هو الجمهور الجمهور دايما هو اللي بيحطك في السماء فعشان كده أنا بشوف أن المؤتمرات الصحفية دي معمولة يعني أنا رايح ألعب بكرة سيمبة أسأل فيه مباراة سيمبة ممكن أسأل مدير فني طب مش هيقول لي طبعا ولكن أسأل مدير فني حتلعب مين طب المصابين اللي عندك أخبارهم إيه طب انت يا شناوي عندكم المطش اللي جاي بكرة حتعمل فيه إيه بتفكر في إزاي المباراة أنا لا أصدل على حق الصحفيين ولكن وزي ما قلت أنا بقول الكلام دا لنفسي والزملائي اللي موجودين معايا في الإعداد قبل ما أقولوا لأي حد آخر دي أول نقطة نقطة التانية